السلام عليكم الله يطول عمرك لنا نائمة برحمة أختي يا رب لا إله إلا الله الله تعالى حفظك ورعك حفظك ورعك يا رب شكرا لك شكرا لك شكرا لك نائمة من بن ملال اللي كتشكي من العكوسات من الموانع هل هناك دواء للعكوسات والموانع لو كان هناك دواء يباع في الصيدليات أو في المصحات لوجدنا الناس يقفون طوابير وصفوف مترصة للحصول عليه بأي مبلغ ليس هناك دواء للموانع والعكوسات سوى ذكر الله رب عز وجل جعل أشياء انفرد بها لاحظوا بأن ضرورية الحياة رب انفرد بها الإنارة رب جعل شمسا في ملكه ليست في ملك أي حكومة أو أي دولة أو أي منظمة أو أي جهة في ملكه لتوضيء على الجميع مجانا الهواء ضروري للحياة البشرية ربنا لم يجعله في ملك أي دولة أي منظمة أي هيئة أي حكومة جعله في ملكه الخاص ليستفيد الناس من الهواء وقس على ذلك ضرورية الحياة وحتى العلاج للأمراض النفسية أعظم علاج للأمراض النفسية وللعكوسات والموانع هو ذكر الله ذكر الله أمر كبير وواسع باب عظيم ولكن فيه مجموعة من الروافد مثلا العكوسات والموانع إذا أردنا أن نزيلها كيف نزيلها هناك صور في القرآن الكريم مختصة في إيزالة الموانع والعكوسات وبعضها الآخر في الفتوحات هناك موانع وعكوسات وبالمقابل هناك فتوحات وإمدادات فاللي عنده العكوسات مدى عليه أن يفعل عليه دائما في الليل قبل أن ينام يقرأ صورة الليل صورة الليل بالتجريب لحظ أهل الصلاح بأن فيها تأثير قوي على إيزالة الموانع كي الله يسترنوا ويستركنوا ما عنده شيء موانع خطيرة أرى عمره مربح ولو يتلقى معا ما يربح وفيما تدقى المبك يتقع مغلق ودائما يبقى يدور في حلقة مفرغة لا زواج لا عمال لا أي شيء واحتل المزوج كتلقى حياة عدمك يعدم معا من حوله كتقول ما هو المشكل للهات السيد هذا أو هذه السيدة ياما كنا عرفوا ناس حل هؤلاء كي مشوا عند خبراء النفسيين خبراء الاجتماعيين مشوا ضقوا في الإدارات ضقوا عند المسؤولين وفاقدوا الشيء لا يعطيه كتلقى ذك اللي كي يجعل يقولي غير سير لم تدخل عندي العيادة أرك مرتيني أرك من دخلتي عندي العيادة أنا مرت أرك تم دخلتي عندي اجتماعك تابع عندي ولا كي يخاف منه موت طاكسي كركب ماك يتخصمك يقولي غير نزل ما تخلصنيش غير سير في حالك عنده التابعة الليستر عنده العكوسات ليس هناك أي علاج سوى ذكر الله والذكر اللي هو مركز في هذا المجال أنه يطلب من الإنسان في التابعة وفي العكوسات عنده الموانع أنه يقرأ صورة الليل لأن العكوسات والموانع أصلها تابعة التابعة تابعة تنشط بالليل فنقرأ لها صورة الليل في قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنت إن سعيكم لشتى إلى آخر الصورة ختاموها فيها فلا سوف ترضى ففي الأخر ربنا وعد بالرضى يرضيك مولانا فالإنسان اللي عنده الشعور بأنه عنده العكوسات والموانع قبل مينعس يتوضى يصل ركعتين خشاعتين ويقرأ صورة الليل يقرأها مرة أو ثلاثة مرات أو خمسة مرات أو سبعة مرات توزين عنه إن شاء الله الموانع هذيك تابعة لتابعها بحظ الظل فين الممشي بحظ الظل دياله تابعة فإنها تحترق بصورة الليل تحترق وثم تزول وغلت تخلص من تابعة ما بقيتش عندك في الصباح خلصك الفتوحات عشنا الفتوحات الفتوحات يعطيك الله القابول فين الممشي تي كتلقى الأبوة مفتوحة أبوة اللي ضقت عليه قبل ما تضق كي تفتح الإنسان اللي بغل تكلم معه كتلقى إن فتحت أساريره لك وإن شرح قلبه لك والرزق هو كي يقلم عليك حتى الرزق تبحث عنه وكذا الرزق يبحث عنك هدك تسمى الفتوحات كي يعطي الله الكرام والفتوحات بماذا تأتي في الصباح الباكر نقرأ سورة الضحى وسورة الشرح والأفضل أن نصلي بها ركعتين ضحى سورة الضحى فيها وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ربي وعد بالعطاء وعد بالعطاء ما في شك ولا ريب والركعة الثانية سورة الشرح أن الله يشرح صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ضهرك ما معناها الإنسان اللي هز معاه الهموم دي الماضي أنفاغدو تقل فوق الأرض فوق نهره كاليدا بقلس معاك لبس بزيان أنيق ولكن مهموم مانو جر معاه ترسانة قوية وتقيلة دي الماضي تراكمات الماضي هز فوق نهره فيما بشك تفكر الماضي حتى الماضي ساكن فينا لكن كاليدا ساكن فينا وغبر تتبغي أن تستحضره كاليدا ما وقع لي في الحاضر معاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يرفع الله ذكرك بين الخلق فهذه مجرد أننا نقوم بها ربي سبحانه وتعالى غد يرفعنا الموانع وغد يعطينا الفتوحات والقابول بإذن الله بنتي نعمة أسأل الله تعالى أن يرزعك الفتح المبين والرزق الوفير والخير الكثير اللهم أمين يا ربي يا كريم اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والتوب الأنقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد العابدين سيد الحامدين سيد المتقين سيد الراكعين الساجدين سيد الشاكرين الذاكرين سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبق ناصر الحق بالحق والغادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عند الهموم والغموم والأحزان والمخاوف والأفهام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تسترنا بها بسترك الذي لا يضام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تشفي بها أمراضنا وأسقامنا وتحفظ بها أحبابنا وأقاربنا وتغفر بها دنوبنا وأتامنا وتصرف بها عنا همومنا وأحزاننا وتسعد بها حياتنا وتكرمنا بها بعد وفاتنا يا رب يا كريم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا والدنيان وآخرتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها دنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغنا بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وآنس بها وحشتنا وطهر بها ألسنتنا وارحم بها غربتنا وارحم بها أمواتنا أجمعين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة الله يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم فرج كربنا كما وعت يا من قلت وقل قلك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عننا السوء واستجب دعواتنا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين